برحب بحضراتكم وبرحب بدكتور سامح فوزي الشريك في آخر الأسبوع دكتور سامح شفنا على السوشيال ميديا حالة غضب مش هي مش بشكل عام لكن في بعض الناس بتطلع غضبها ده على السوشيال ميديا طبعا ببعض التجاوزات ببعض الأخطاء كمان حتى معلومات غلط حاجات كتيرة جدا السبب ايه وهل هو السوشيال ميديا هيحل حاجتنا وان شاء الله راحنا ببيت نلاقي السكر ونلاقي الزيت ونلاقي العكس في الدولاب بما خلص السوشيال فكرة ايه ان انا كمواطن اطلع اعترض على السوشيال ميديا انا مش راهمها قوي يعني دكتور سامح لا هو طبعا دولاتي الفضاء الالكتروني ده موجود الناس بيعبر على رأيه يعني اللي بيطلع على يكتب على الفيسبوك او يكتب على تويتر او يكتب على اي حاجة بيعلى على اخبار بيقول وجهة نظره طبعا لان الشخص او الفرد اللي بيعبر على الرأيه ده بيعبر على الرأيه بدون اي يعني حسابات او بدون وجهة نظر او محاذير او يدعو في قالب يسمح كمان انه هو يعبر بيه على الرأيه يعني هو مش يعني مش في وسيلة اعلام طبيعية او حتى بيكتب حاجة او في مقال فالناس بتعبر على رأيه بالعكس انت عندك اللي بيطلقفها بيطلقفها ويغزيها يعني قلينا يعني قبل حتى ما يطلقفها ويغزيها الناس بتتكلم عن ما تشعر به في لحظتها فطبعا بيشعر بقدر كبير جدا من الغضب على قدر كبير جدا من التجاوز على ان هو مش فاهم احيانا بعض الامور اللي بتحدث حواليه فكل ده في النهاي كون بقى ان ييجي فصيل سياسي يوظف الكلام ده طرفي يتكلم عن ده دي قضية اخرى لكن على الاقل على الاقل الناس بتجد في هذا الفضاء الالكتروني احد وسائل الفضاء والتعبير اللي فيها بعض التجاوزات يعني احنا برضو لازم نكون عارفين زي اي اشياء كثيرة في التعبير بيوفيها تجاوزات زي ما الناس تتجاوز مع بعضها في الشارع في لغة الحوار يوميا بيتجاوزوا مع بعض على الفيسبوك او على التويتر او على كافة انواع السوشيال ميدي طيب هل الغضب دي حل الموضوع لا بيحلش طبعا الموضوع هو بس مجرد تنفيس يعني واحد بينفس كده يقعد يقول كلام ويزعق شوي لكن لو احنا بصينا على المشكلة الحقية موضوع الاسعار ده يعني انا شفت الفترة اللي فاتت من خلال متابعتي اللي الناس بيتكلموا في وجهة النظر في وجهة النظر بتقولك ان الاسعار في العالم كلها زادت يعني انت لما تسألي حتى اخربائك لو عايشين برا في كندا ولا في امريكا ولا فيها حتى بقولك لا الحاجة بتزيد لكن بتزيد بنسب معروفة واحنا فاهمين الموضوع دوا واسباب الزيادات ايه البنزين نتيجة الحرب اللي بتحدث حاليا في اوكرانيا زاد على طول زاد في محطات البنزين في امريكا وفي اوروبا وفي كل حتى لكن الناس هناك ربما يعني في قدر كبير جدا من الوعي والفهم ليه الامور دي او ليه الاسعار بتزيد في هذا الموضوع لكن احنا عندنا بعض الحاجات غريبة جدا يعني مثلا لما تفاجي ان المحلات العادية يعني مثلا يعني السندوتشات العادية السندوتشات الفور الطعمية بالنسبة للناس كل يوم دي زادت ليه ما الناس تعتسك ليه هل المواد البترولية زادت في مصر لا مزادتش يعني موجودة زي ما هي هل مساحنا من استورد الفور من اوكرانيا مثلا يعني انا حايز اقوله احيانا الناس بتشوف ان في موجات من الغلاء غير مفهومة الاسباب فجأة رغيف العيش لما تلاقي ان هو بيزيد في اماكن بدرجات متفوت يعني يقولك المنطقة دي زاد فيها رغيف اصبح بكذا لكن في المنطقة دي اصبح بكذا طيب يعني هو زاد رغيف كام وحجمه قد ايه يعني في قدر من الامور بتخلي الناس تشعر احيانا بقدر من عدم الفهم والغضب طيب الاجتماعات اللي حصلت في مصر الفتر اللي فاتت الرئيس عمل اجتماعات مهمة واصدر توجهات مهمة مسألة ضبط الاسواق مسألة ادقابة على الاسواق لان فعلا انا مش عايز اتهم دايما التجار بالجاشة لانه بعض الناس يقولك ما الحاجة بتزيد ومش عايز في نفس الوقت برضو ان احنا نقبل اشياء بتحدث حوالينا بدون تمحيص او بدون فهم او حتى بدون ان احنا نتساءل لماذا يحدث مثل هذه الامور لكن الملاحظة الحريك قلتيها فكري ان انا مع كل موقف قابله مع زيادات الاسعار دي اطلع وعبر عن الغضب ده سواء كان بتجاوز او ان انا اتكلم ده مش هحل الموضوع يعني ده في كل حوالي مش هحل الموضوع وده ربما يبينقلنا للنقطة اللي اشارتي لها بتاع الدليل امان يعني يعني احنا ليه بنتكلم في هذا الكلام بهذه الطريقة يعني دليل اما دايما عنده نظرية دليل اما اولا ده في التبت يعني زعيم الرهبان البوزيين وعنده دلوقتي يمكن فوق ال85 سنة وراجل يعني لها مشاكل مع الصين كبيرة جدا ولما اي دولة تستقبله في العالم الصين بتحتاج يعني لديه مشاكل سياسية في هذا الموضوع لكنه يعتبر رجل فليسوف وله كتابات كثيرة جدا والاعلام الغربي بيتهافت عليه والعالم كله بتتهافت عليه هو عنده يعني بعض الافكار اللي بتتعلق به ازاي العقل بيفكر في الامور يعني هو دايما طريقة تفكيره او طريقة العمل بتاعه بقولك العقل ازاي بيفكر في الموضوع فدايما يقولك ايه الشعور بعدم الامان يعني لما تلاقي كده حاجة فيه عدم امان ده بيؤدي الى الغضب التلقائي عند الواحد يعني الناس احيانا بتعتقد لما تشعر ان فيه عدم امان ان مثلا ممكن يبقى الفلوس اللي معاها مش قادرة تكفي الاحتياجات اللي قدامها ان الاسعار بتزيد يعني ده بيؤدي الى ايه الشعور بالغضب لكن قالك ان الغضب ده بيزيد برضه يعني انت هتفضل تغضب وتعبر عن غضبك لكن في نفس الوقت ايه هل ده هيغير حاجة من الواقع قالك لا مش هغير بل بالعكس هيخليك دايما عايش في سلسلة من الغضب والقلق والحزن الداخلي فعشان كده هو دايما يقولك ايه يقولك لا يعني جزء من التعامل مع المشكلة لابد ان انت تضع الامور في حجمها وتتعامل معاها بشعور عميق جدا ان انت فاهم هذا الموضوع يبقى عندك دايما نوع من انواع الهدوء الداخلي والرضى الداخلي في التعامل مع الموضوع دي كانت فلسفته اللي حاول يقدمها دليلا فانا عايز اخرج من مسألة السوشال ميديا والاسعار والكلام اللي بنقوله الى مشاكل بتواجهنا دايما في الحياة في ناس تتوتر جدا تجاه اي مشاكل بتقابله طبعا المشاكل متبينة يعني فيه مشاكل بحجمها كبير مشاكل حجمها صغير لكن الملاحظ ان في ناس شديدة تتوتر تجاه اي مشكلة وده اللي بيشل تفكيرها وبيشعرها دايما بالغضب فالغضب بيؤذيها وبتشعر دائما ان هي مش قادرة ان هي تعمل حاجة ومع مرور الوقت بتشعر بعدم القدرة ان هي تعمل اي حاجة غير ان هي ايه تغضب وتقلق وتسكت لكن لو هي قدرت ان هي تتعامل مع المشكلة بشكل مختلف ان هي تفهم ازاي تتعامل المشكلة ده ان هي تفكر فيها بهدوء وان هي تحاول تتعامل معاه في الصياق ده يعني فيه قصة لطيفة جدا ممكن نختم بيها يعني كان احد الرهبان البوزيين اللي هو تلاميث دليل أمه مش دليل أمه نفسه تلميزه يعني بيقولها بيتكلم على الفكر بقول اك ان فكرك ممكن يضايقك وفكرك ممكن يسعدك من الطريقة اللي انت بتفكر في الموضوع ممكن تضايق وتسعدك في بقولك ان هبت عصيفه مرة وكان احد الرهبان الشيخ من الشيوخ البوزيين اللي هو تلميث دليل أمه يعني كان ماشي وراء مجموعة من الرومان البروزيين على الموج واشتد جدا وعصفة شديدة وكان كله بيجرى عايز يلحق يروح البيت بتاعه أو القودة بتاعته ففي حد كان بيستغيث فجي زعيم شاله لمدة ثلاث دقايق عداء المجرى المائي وبعدين راح الموضوع لحاله وانتعى الموضوع بعدها بيومين جي زعيم جي واحد من التلاميذ لهذا الرجل الشيخ أو الزعيم هؤلاء البوزيين أو الروبان البوزيين قال له انا مستقل جدا ازاي شيخ جليل زيك يخطئ هذا الخطأ الكبير كيف تحمل امرأة على كاتفك وانت شيخنا ويعني وقائدنا فسألوا قال له هي كانت امرأة قال له اه قال له انا مش فاكر انا لقيت انسان بيستغيث فعديته المكان على اي حال انا شلتها ثلاث دقايق انت شايلها في الماغك لمدة يومين بزبط هو ده اللي عايز يقوله المسألة تتعلق بيه بالفكر فده ليه لما بيقولك ايه كيف تفكر في الامر ممكن تفكر في حاجة تسعدك وممكن تفكر في نفس الموضوع بطريقة ايه تسبب لك التعاسى والحزن والقلق والغضب هل كل انسان يستطيع بلوه السعادة بشكل عمل بشكل يبقى هو عنده نظرية بيتكلم فيها بيقولك يبقى عندك اللي بيسموه الرضاء الداخلي الرضاء اساس السعادة دكتور هو ده نظرية هو يعني بيقولك ومع التعامل ومع الخبرات دايما يعني دايما يقولك يعني هو عنده تعابيرات لطيفة بقولك توقع قليل يبقى عندك رضاء داخلي ابعد على المقارنات فكر دايما بطريقة ان هي تسعدك في الحياة ما تفكرش بطريقة تتعسك او تسبب التعاسى ليك في كل حاجة بتعملها حاول ان انت تستمتع فيها يعني هو قصدي هو بيحاول يديك بعض الافكار اللي تخليك دايما عندك نظرة ايجابية للامور خلي بالك ملاش علاقة بالملكية ولا معاك ايه وما معاكش ايه لانه ممكن يبقى معاك كتير جدا وتعيس وتعيس وممكن ناس معاكش وتبقى عندها الرضاء الداخلي ومش تعيسها يعني فالتعاسى دي او الرضاء او الحزن او الغضب او الحاجات دي كلها دي مشاعر بتتحكم فيها قدرات زينية هذا هو ما يقوله دليلام اكتر حاجة الشخص محتاج لها مع قراءة الكتاب ده فن سعادة وخلينا نقول ده هنطرحوا للناس النهاردة يتسالوا عليه كده بالليل يغيروا جو هو موجود بالعربي هو اصلا يعني صدر الاول بالانجليزية بس حقيقي يستحق ان هما يتوقفوا قدامه هيعمل تغيير شديد حضرتك على بال ما يشوفوا الكتاب اهم يعني العناصر حضرتك تقوله لنا ايه نهاردة هو اولا بيتكلم على مسألة الرضا الداخلي بيتكلم على طريقة التفكير في الامور بيتكلم على ان انت تتوقع قليل في الحياة وتبتعد على المقارنات ويبقى عندك دايما مساحة من التفاؤل ودائما تتوقع اشياء ايجابية في الحياة ولا تسمح للغضب ان يسيطر عليك ودي كلها اتجاهات زينية يعني بيقولك دايما الزهن هو اساس الموضوع كيف تفكر في الموضوع يعني ممكن ناس في عز فرحهم يبقوا حزان لان يفكروا غلط وفي ناس ممكن يبقى في لحظات الحزن وعندهم الطمأنينة والعزاء والسكينة الكلام اللي احنا بنقوله هو بيقول كده في بقولك دايما القضية مش قضية الملكية او معاك ايه او انت في اي وضع القضية قضية انت بتفكر ازاي هنتكلم في الاسبوع جاي مش مواضيع محددة يعني لو اختراحات يعني تشويق للناس اه احنا هنديني الاوكرانية بقى معنا معنا الاوكرانية اعدى معنا بقى اعدى معنا يعرف ان شاء الله الدنيا تخجي يعني يا رب بيكون فيه مفراجة زي ما تكلمنا شاعدت الناس تكلم مع رياو سكينة اه ده حلو قوي هناخدها الاسبوع الجاي انا قلت كل اسبوع كده لازم نشبط في حاجة هناخد رياو سكينة الموضوع زي ما قلت لحضرتك الناس بتقول ان هما كانوا بيساعدوا الانجليز ومناضلين في حب الوطر وناس بيقولوا لا ده هما طبعا بياخدوا الستات ويأتيليهم عشان ياخدوا الدهب فموضوع لطيف ناوضي الاسبوع الجاي معنا مش عايزين نخوف انت اه مش نخوفهم ده احنا نعرف الحقيقة احنا مع حضرتك عشان نعرف الحقيقة ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي ونتقابل مع حضرتكم نشوفك على خير والمسادة مشاهدين ان شاء الله مشاهدين ان دي كانت حلقتنا من اخر الاسبوع اخر الاسبوع دايما هيكون مميز هيكون مختلف فيه كل اللي ممكن عايزين تتكلموا فيه كل اللي انتوا عايزين تسألوا فيه بس ان شاء الله نقابلكم يوم الجمعة الجاية وهيكون حلقة مختلفة من آخر أصباح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة